نتكلم عن كأس السوفر يعني لكرة طايرة سيدات ورجال ولازم هنتكلم كمان عن كل التحديات القادمة أمام باقية الفرق الموجودة في النادي الأهلي في هذا الموسم ما نورنا في الفقرة دي زي مننا العزيز أحمد رشاد الناخد الرياضي صباح الفل عليك يا رشاد صباح الخير يا سكريم وصباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وبرنامج عشرة في الصبح في الأهلي وبقى سعيد إن أنا موجود معكم واحدة كمان بجد يا رشاد وخلينا نبدأ بقى لأن أنت كنت معنا أنا فكرة كويس قوي طريبا أقل من شهر يعني وكنت بتتكلم عن التحديات القادمة لألعاب الصلاة في النادي الأهلي وقلت لنا تحديدا عن المدرسة الأسكنية وتكلمت عنها وتوقعت لها نجاح كبير جدا وقد كانت بتتكلم يعني إنجازات رائعة جدا على مدار بس يومين نادي أهلي حاصر على أكتر من بطولتين فخلينا نبدأ من هنا أكيد طبعا أنا نكسب نهواند لأن أنا كنت براهن معكم صحيح قبل كده بقول إن المدرسة الأسكنية وبراهن على نجاح الأسكنية مع النادي الأهلي لكن خليني قبل ما أبتدي وأتكلم عن طبعا الألعاب الجماعية وكل جديد في النادي الأهلي وتتويج النادي الأهلي بالألقاب عايز أتكلم على طبعا لقطة مهمة جدا مبارح فيه تتويج السوبر المصري للكرة طائرة طبعا رجال وهي لقطة طبعا صورة معالي الوزير العمري فاروق ربنا يرحمه يا رب ويجعل مسواك جنة معالي الوزير العمري فاروق كان دايما داعم لي كل الألعاب دايما بيتواصل مع كل اللعيبة واللعبات موجود دايما في المباريات موجود مبارح صورته الحاضر الغائب مع طبعا فريق كرة طائرة رجال موجود طبعا شقيقه الدكتور يشام العمري متواجد برضو زي ما كان اخوه أو شقيقه متواجد في المباريات فبجد دول يعني أنا لو قلت عن عائلة العمري فاروق فهي عائلة العمري فاروق هي عائلة الأهلي حب الأهلي في دمهم ونفس الصورة ظهرت في ماتشل برضو الأهلي وبلدين في المحل وكان برضو شقيقه الدكتور شامل عمري موجود في مباراة السيدات فطبعا بنقول ربنا يرحم معالي الوزير العامل فاروق ودايما الحاضر الغائب معنا نروح بقى للتتويج المهم وأتكلم في البداية عن مدرسة الأسبانية نحن معنا صورة طبعا مهمة جدا عايزين نعرضها للتلات مدربين سواء الأسباني ديفيد ديفيز أو الأسباني أجوستي أو الأسباني منزو أنا اتكلمت على التلات مدربين دولو قلت إن شاء الله هيحققوا نجاح مع النادي الأهلي الأسباني ديفيد ديفيز أنا قلت أنه الحمد لله ماشي مع النادي الأهلي بشكل كويس جدا عامل بطولات مع النادي الأهلي الأسباني أجوستي طبعا السحر غير كتير جدا من روح لعيبة النادي الأهلي وقوى اللعيبة وشفنا شكل مختلف وشفنا بطولات كتير جدا وبنشوف المباراة الصعبة بيبان فيها الأزباني أجستو الأزباني منزو احنا قلنا أن احنا لسه الأزباني منزو لسه عنده كتير لكن في بداية لما جي الأزباني منزو وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده قلت أن الأزباني منزو جاي مع النادي الأهلي عايز يعمل جيل عايز يعمل مستقبل مع النادي الأهلي عايز يعمل بطولات مع النادي الأهلي وده اللي قدر أنه يحققه أنه يتوج بأول لقب ليه مع النادي الأهلي بطولة الصبر المصري اللي بنبارك للنادي الأهلي وجماهيره على التتويج باللقب لما جيه أو تم التعاقد معاه من إدارة النادي الأهلي اللي بنشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي ممثل فيه النشاط الرياضي بقيادة كابتن خالد العوضي لما جي النادي الأهلي هو بص وشاف وعايز لعيبة صغيرة تلعب معها يعني يبقى عندك عناصر من الشباب وعناصر من الخبرة فإدر أنه يلعب ويسيطر على مباراة طبعا منافس صعب الزمالك منافس صعب إدر أنه طبعا النادي الأهلي حقق الفوز في الشوت الأول الزمالك حقق الفوز في الشوت الثاني لكن النادي الأهلي حقق الفوز في الشوت الثالث والرابع وإدر أنه يفوز بالمباراة ثلاثة واحد فإحنا كده بالنسبة لأجوستي وديفيد ديفيز والأسباني منزل تم حقق ثلاثة سوبر مصري من نادي الزمالك بس أكيد وجودهم هما التلاتة ومن نفس الجنسية يعني مش صدفة بأي حد من الأحوال أكيد فيه دراسة عملت أكيد طبعا يعني الحاجات دي ما بتجيش كده بشكل عشوائي ولا إيه أكيد طبعا إحنا لو بنتكلم عن إدارة النشاط الرياضي اللي ممثلة طبعا فيه الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي عفوا الكابتن خالد العوضي مش مسؤول بس الكابتن خالد العوضي بيبقى متواجد مع الفرق دايما بيبقى متواجد في المدرجات بيشجع زي الجماهير فلما الشغل تعمل من بداية الموسم أو الخطة لكل الألعاب أنت كنت عايز من بداية الموسم تطور ويبقى فيه نجاح لكل الألعاب دي وتقدر أن أنت تسيطر على كل البطولات خلال طبعا الموسم في كل الألعاب فتم طبعا دراسة الموقف دم تم تدعيم الفرق بكل طبعا الأجهزة الفنية وتم تغيير عدد كبير من الأجهزة الفنية سواء في السلة أو في الطائرة أو طبعا في اليد وكمان في الطائرة سيدات برضو جات قيادة فنية بس طبعا بمدرب مصري الكابتن إبراهيم فخر الدين فشغل ناجح بصراحة من إدارة النشاط الرياضي أنه يعتمد على مدرسة مهمة جدا أنا شايف أن هي مدرسة أثبتت نجاحها ما أثبتتش نجاحها بس مع النادي الأهلي أثبتت نجاحها كمان مع منتخب مصر بس إحنا دبا بالقودة رشاد